صرح نائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو بعدم صحة تواثر العلاقات بين القوات المسلحة والدعم السريع ووصفها بالشائع المغرضة ذات الأجندة وأكد أنهم في خندق واحد وليس هناك ما يستحق القتال ووجه دقلو رسالة لقواته قائلا أن الدعم السريع وقوات المسلحة شيء واحد ولن نوجه سلاحنا لبعض وتابع الدعم السريع قوات مسلحة بنص القانون قائمين بواجبهم على أكمل وجه ونحن طوينا الآن صفحة الحرب ونوها إلى أن الحرب أدت إلى عدم تقدم البلاد في وقت عبرت فيه الجيوش من حولنا داعينا للجزاء النظامية إلى تعاون في كل الولايات والعمل تحت بودقة واحدة محذنا من أن تنضي الأوضاع بالبلاد عبر الشائعات وأضاف أن الشعب لا بد أن يكون وعيا لأي مهدد ويجب أن لا يهتم بالإشاعات والقوات المسلحة والدعم السريع حاجة واحدة الناس شغال إشاعات شايفين الوصائد والناس البطلق الإشاعات المعروفين المدورين المشاكل في كل السودان الآن السودان الآن كله ملتهب ملتهب لأن في ناس شغالين قرف عديل شغالة من أكد 24 ساعة شغالة بس تطلق في الإشاعات والفتن والبلاي وشغل كثير لكن إن شاء الله يقول ربنا يقدر فيهم وربنا يكفينا شرهم الإشاعة الماشية نحن لا يعرفين أنها حاجة ذات نشوفها في الوصائد نفسي شيء إخوانكو التانين إخواننا دين مشيرهم في رأسنا ولو رأسنا غالبوا مشيرهم في ظهارنا ما عندنا حاجة يدارينها لمصلحة خاصة إخنا لا خايفين لا طمعانين لو نتكلم نتكلم في المصلحة العامة فقط فقط نتكلم في المصلحة العامة بس ما نتكلم في حاجة خاصة وبرضو أنه يقول لك مترسين ومتحمرين وما عاربين وطلعوا وما طلعوا ده كل كل كلام ما إن سلاحنا ده ما منوجهها لبعض أنه لأدو ذاتا ما دائرينه عدو ذاتا ربنا يكفينا شرهم ما دائرين مشاكل أنه إخواننا صفحة الحرب طويناها تماما حاجة اسم الحرب دي طوينا صفحة تماما نحن بعدها دائرين تنمية دائرين استغرار دائركم تتأهلوا دائركم تتدربوا دائركم تتطوروا دائرين نلحق الناس مشت خلتنا الجيوش مشت الناس مشت خلتنا أنه إخنا ولا بعيد نوقف الماء خلاننا نمشي قداما الحروب والحرب دي أخواننا تمانوا غالي حرب دي تمانوا غالي والبلد الآن في ضايقة نتمنى أنه إخنا مع كل أخوانكم كل الأجهزة النظامية شرطة أقوات مسلحة أم كل الأخوانكم متعاونين تتعاونوا بروح طيبة والأنشقالين مع بعض في كل الولايات أم كل الأخوانكم متعاوني أم كل الأخوانكم متعاوني